خبر بعد كده بيقولك هيئة مفوضي مجلس الدولة بتوصي بإلغاء عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك. يعني ايه? يعني اللي كان عايز يشد ودن مرتضى منصور شدها خلاص. شد ودنه بقى شد حاجة تاقيش قصتنا. ليه? لان مرتضى منصور مسنود. مرتضى منصور حبله عند حد كبير في الدولة. ليه حبل كده? الحبل مربوط كده ومرتضى انتو فاهمين. ما بيقولش من دماغه. هو بيطلقوا على اللي عايز اطلقوا عليه. بسك يا مرتضى? يبسك مرتضى. بس عند مرتضى بي ايه? بينطلق لوحده. فيزعى الناس كبار. فالناس الكبار دي ايه? تشد ودنه. تقول له خش السجن الشهر. ها? مش تعالش كده تاني. هنشيلك من نادي. فمرتضى يرجع ورا ويفتكر ان هو شو كله. عارفين لما معالي زايد قالت عليش كلولو بقى وبتاع. يجيب ورا ويحط وش في الارض انا اسف يا باشا. وبتاع. وعايز يلعبوا بقى في ايه? في اعدادات اي حاجة. تطلع مسلا مفوضيت اه مفوضي هيئة مفوضي مجلس الدولة تقولك لا ما ما تعزنهوش يا جماعة رجعوه. ليه? عشان خلاص يعني احنا عملنا اللي احنا عايزين نعمله. اللي كان مطلوبة عمل هو خلاص. للأسف هكذا يدار الامر. بس. مبروك يا مورت. مبروك يا مورت هترجع تاني. بس يعني هو انت عملت ايه للزمالك ولا لغير الزمالك? للأسف. انت كرهت الناس اللي بتنتمي للزمالك في منصب الرئاسة ده. منصب رئيس الزمالك. بعد حلم زمور يا رجل. والناس الكبيرة العظيمة دي في الزمالك. يبقى مرتضى مرتضى من منصور رئيس الزمالك. ربنا عيني الزمالكوية والله.